موسيقى وأيضا يضيفي في هذه الفقرة كريم محمد المحر الرياضي كريم مشرف ومنور كريم مشرف اليو سعيد أكيد أنا متواجد معاكم كابتين أحمد أنا أسعد سعيد جدا بتواجدك النهار أنا عايز الأول أبدأ معك أنا أجي فيما هو سبق أداءنا الرائع جدا أداء من المغرب أداءنا الرائع جدا أكيد قدام منتخب كوديفوار إيه اللي حصل خلى المنتخب يقادي بهذه الروعة في المبارتين اللي حصل أن كارلوس كيروش بيعرف يجاوب على الأسئلة اللي المنفسين بيترحوها عليه يعني لو أنت فريق بتحضر من قلب الملعب تعتمد على البول بوسيشن والاستحواز وأنك تتدرج بالكورة لغاية أن توصل للتلت الأخير أو 18 المنافس فأنا كمنطقة بمصر هقدر أجاوب هعرف أقف كويس وهعرف أقفلك البوس لينز أو خطوط التمرير اللي ما بين أهم اللاعبين لعب المحور اللي عندك أنت بتخرج عليه وتعتمد عليهم وهعرف أعمل ده كويس وخليك ما تعرفش تخرج بطريقتك اللي أنت بتريحك فتضطر تعمل حاجة أنت بتعرفش تعملها وبالتالي مش أكون مميز فيها فبالتالي هيصل علي أنا دفاعياً التعامل معها جاوب على شوية أسئلة قدام كوتنبار جاوب على أسئلة تانية غيرها قدام المغرب والحقيقة في المرتين نجح أنه يجاوب على دي وعلى دي بل بالعكس صعوبة المغرب كمان زادت أنك نزلت مغلوب واحد صفر صح باللي حصل في المباراة هدف مبكر فخلاص أنت هدي لك كل أفكارك المفروض حقيقة الراجل عنده شوية كريتيريا عنده شوية معايير في اختيار لعيب منتخب مصر اللي بيقوموا موجودين جوال 11 وكذلك اللي بيكونوا أبو دلاء على سبيل المثال أنا هضرب مسأل واحد علشان الناس ما تهش مننا يعني محمد النيني عمر السلية وآيمن أشرف ليه آيمن أشرف؟ ليه مش مهند لشين ليه مزيزو ليه مش ترزيجيه ليه مش عبدالله السعيد ليه ليه فكر في آيمن أنه يعوض حمدي فتحي في قاعدة مهمة عند كارلوس كيروش في اختيار ثلاثي خط الوسط في انتخب مصر ألا وهي فيل إن جابس يعني أنت تعرف تقفل تفل إن المسافات والمساحات اللي موجودة في خط فاعك يعني الثلاث لعيب يخطوا وسط يعرفوا يرجعوا شوفت آيمن أشرف ارتكب البنالتي منين مركز الباكليف تاري مركز المساك أو الباكليف مسافة ما بين الاتنين مسافة ما بين فتوح محمد عبد المنام عمر السلية نص الشوت الإضافي كله شوت الإضافي كله وجزء بسيط من الشوت التاني لعبوا في المسافة ما بين محمود علاء وعمر كمال عبد الواحد محمد النيني أو حمدي فتح لما كان موجود لما بيقتضي الأمر بينزل في المسافة ما بين السنتر باكين بيقف معهم في خط واحد التلاتة بيعرفوا يملوا الفراغات اللي بتنشأ في خطة فاعك نتيجة إن المنافس بيوسع عليك الملعب بطرفين لعبة كرة كويسين أو يجناحين فلازم فتوح يطلع يقابل أو لازم عمر كمال يطلع يقابل فاللي بيحصل إن الخط بيستريتش الخط بيتمدد تزيد على اللزوب اللي تشانلز باللي أربعة بتوسع جدا فلازم يكون في زيزو بيعرفش عامل دي ترزيجي بيعرفش عامل دي عبدالله بيعرفش عامل دي دول قيمتهم أكبر بالكرة بس إحنا ما أكرهوش منتخب متحفز منتخب بيلعب تحت الكرة أغلب الوقت أوقات بسيطة بنحاول نطور الهجمة ونعمل ده لما بقت زنقنا في مبارات المغرب اضطرينا نعمل ده والحقيقة عملنا برضو بكفاءة في تبديلة نزول ترزيجي نزول ترزيجي وتحركه الطولي اللي كان بيتقاطع مع التحرك العرضي لعمر مرموش الاتنين مع بعض ثبت خط وسط المغرب أو ثبت المحور اليمين اللي هو كان أيمن برقوق في المباراة دي وكمان سوفيانم رابط الهوف مع عين من المساك اليمين اللي هو رومان غانم سايس كل ده عمل ايه؟ خلانا نزيد لعب في وسط الملعب كل ده خل فرقين مغرب يتقاها كرة وقت راجع الورى بقنا نشوف أيمن أشرف المساك وقتها بعد خروج حجازي بلعب في نص ملعب المغرب لما ده حصل احنا زدنا لعب بقنا طول وقت زي دي اللعب قدرنا نستحوز نسيطر أكتر على خط الوسط نمسك كرة أكتر الكرة اللي خارجة من دفاع المغرب بتاعتنا ككرة تانية كل ده انت بتختار العناصر بتقدر تفاهم في وقت مناسب تحية كبيرة كارلوس كيروش دي الطريقة يعني باختصار شديد حاولت أقولك الطريقة اللي احنا قدرنا نجاوب بيها على الأسئلة المختلفة اللي اتطرحت علينا في المباراتين اللي فاتوا انا شايل لك سؤال هسألولك بعد شوية يلا هقولك دلوقتي عشان تفكر فيه عبارة مروح لكريم ماشي محمد انني ماشي شفت السؤال سأل ازاي محمد انني طيب كريم أبني نروح برضو للكاميرون لازم اسألك عن أداءنا الرائع قدام المنتخب المغربي ازاي ده حصل ايه اللي حصل في الملعب خلى أداءنا منتاز قدام المنتخب في حاجات في الكرة ممكن الناس تشوفها بسيطة وسهلة ولكن هي في الواقع صعبة جدا الرقم واحد لما يكون بلعب ماتش بلعب ماتش دور تمانيع متخب مغرب عارف حسين طبعا الماتشاط يعني أنا ممكن نعب برازيل بس ملعبش في مغرب بتوت أفريقيا ومنتخب مصر برضو كان لسه بعض المشاككين بشاككوا في الأداء واللعيبة والأمور دي كلها واحد سفر في أول أربع عداء صعب جدا جدا إن كانت النهاردة فيهم دربين كبار جدا بتلغبطوا فيهم دربين كبار جدا ونزيل حطين بلان وحطين سيناريو وحطين فكرة يلعبوا بيها واحد سفر انت بتلغبط لكل حساباته مسألة خالص إن كانت النهاردة بعد واحد سفر في أول أربع خمس دقائق بتعرف تغير بلان بتاعك وبتنفذه بشكل كويس وجودته كانت مميزة جدا من بلان دفاعي تنظيم دفاعي فكر دفاعي صحيح دفاعية طريقة لعب كلها فيها تنظيم إحنا كنا بدينا أول خمس ست دقائق كلنا أو الحداشة اللعيب يلعبوا تحت الكرة لفرقة بتستحود وفرقة لها شكل وفرقة لها طريقة لعب أسلوب هجومي شوفنا أطراف الملعب أمر كمان عبدالواحد وزيادة إزاي شوفنا كمان مصطفى محمد وأنا في بعض يعني الناس بتهاجل مصطفى شوية لكن مصطفى أخذ أدوار مركبة كتير جدا إزاي بيرجع وبلعب في 100 متر مصطفى محمد من أكتر اللعبين في بطولة أفريقيا من حيث معدلات الجاري بلعب في 100 متر يعني بلعب في 100 متر هو اللي بأول خط دفاع وهو اللي بأثناء اللعب الحرة كمان مش دربات الثابتة بس بيرجع لحد قصة 18 بيرجع كمان في دربات الثابتة فدي كل أمور مش بسيطة مع التغيرات كمان انت بتقول النهاردة فيه لعيب بيصاب والعيب كمان بيوع منك بينزل لعيب زي محمود علاء جاهز بنسبة مليون في المية ودي كنت حاجة لسه بتكلم فيها مع مع نجيب إن كل لعبة جاهزة فحد ممكن يقولك بس لعبة دي بتلعب في أن ديتها ولكن انت نرد تحضرهم ذهنيا هم حضرين بدنيا وفنان ولكن ذهنيا النهاردة لعيبة زي دي ممكن تقولي خلاص أنا مساك رابع محمود علاء النهاردة منتاخد كسين ترباك رابع بعيد خالص أو خالص أو خالص أو خالص محمود علاء على القاس بتاعك ده بيد اسبالي كان من المفاجأة محمد أبو جابل ده حالس مان وبعد ده بقى كمان لازم يبقى رجله في الملعب جدا عشان برافو عليك وكمان أبو جابل كان قبل ما يجي المنتخب كان بعيد عن الزمال كولاية بس آخر المباراة عشان يخش المنتخب بس الحمد عبدالي كان بيشارك إحساسه أصلا أنه هو ما كان من العناصر اللي اختارها قبل كده في البطارة العربية كيروش كل دي عوامل ممكن كيتخلي محمد أبو جابل ده سيئي جدا فهي دي كلها أسئلة بقى غير أسئلة المنافس بتضاح لك النهاردة بتظهر لك أثناء التسعين دقيقة قبل كمان المباراة وبعد المباراة برضو في بعض الإصابات فالنهاردة كارس كروش بيجاوب على كل الأسئلة دي بنسبة مجاح من مليون في المية أعتقد كمان مش 99 في المية فده كلها أمور بتبنينا إحنا كبسيطة ضرب الجزاء النهاردة والفكرة النهاردة كان ممكن حد يهاجم كتير خذ بالك كارس كروش الماتشل وما مشيش بالشكل ده كان أقول لك ليه لعيبت أيمن أشرف النهاردة في موسي الملعب عشان دوقف حكيمي طيب هو عمل ضرب الجزاء على نفس اللعب اللي انت منزله عشان يوقف اللعب كانت تبقى مشكلة وتحطه في سؤال كبير جدا جدا بالنسبة لا هو الأسئلة كان ممكن تتسائل كروش لو لو قدر لك كان عندنا تعصر وانت ليت لعب محمد عبد المنم ولسه ما عندهش خبرات وانت ليجي خدت عمر كمان عبد الواحد لعبتش واحد جيبت باك رايت باك صريح كسة بتاعت أيمن أشرف وكمان أيمن أشرف اللي انت كنت منزله أنا شايف أنه لعب وعشان خطر أشرف حكيمي تبقى أجابها مميزة عن مصد شايف هيتسير على سيلاك كان هيدي فرصة كان هيدي فرصة للناس كتير جدا من المحللين الجمهور على سوشال ميديا يتكلموا في الأمور دي لحد كبير ولكن لا ظهر بشكل كويس حتى أيمن أشرف لما كامل المطش كان نص الملعب شفناه إزاي كان بلاعب في دهر لعبية نص الملعب تمركز مرموش بشكل كويس جدا في الهافتس بيس كان بيكبر أن اللاعب نص الملعب لين النهاردة الوينج ليفت أو الوينج رايت ببقى لهم شغل كتير جدا مش بس على أطراف الملعب أنت لما بتنزل في دهر الديفندر ببقى عايز يقفل الزون بتاعته اللي في دهره فأنت بتحطه في حيرة تحطي ديفندر في حيرة أضغط ولا أفل في ظهري وبتحطي كمان الرايد باك أخش معاك ولا أستنى بره كل ده بيدي فرصة كبيرة جدا للاعبية نص الملعب أنها توقف ويبقى عندها دقة في التمرير وتشوف الزوايا وتشوف اللاعبين وتشوف كمان يبقى عندها فيجن أكتر بشكل كبير في أمور تكتيكية كتير جدا بتحصل في الملعب طبع طيب عادة كده أو زمان كان دايما اللاعب رقم 6 في الملعب يقولك عليه الجملة الشهيرة الجندي المجهول طيب في الوقت في العالم بقى فين جولو كانت بقى فيه فابينيو بقى فيه كازيميرو الناس دي بقيتش جنود مجهولة الناس دي بقيت نجوم كبيرة أو عالمية وبتاخد جواز كبيرة كمان محمد النيني حتى هذه اللحظة مع التقلق الكبير في أمورات المغرب بكودفوار أنا قدر أحط بين قوسين إن هو جندي مجهول لو سمحت تخليه معلوم دلوقتي حاطر إيه رأيك في اللفتة حاطر شفت أنا أنا أستغرق السيغة دي كلها السيغة الفنية العظيمة دي كلها عشان تقولي كلام حل عناية بص نيني هو اللي معه ديركسيون منتخب مصر حلوة السيغة دي دي أحلى من بتاعي حلوة السيغة دي بيعمل يبقى في ديركسيون منتخب مصر دي معه ديركسيون في الحالتين وإحنا معنا الكورة وإحنا معناش الكورة هو المنظم الأول لعمل منتخب مصر الهجومي والدفاعي وإحنا معنا الكورة هو الكنترولر يعني إيه الكنترولر المتحكم في إقاع المنتخب هرجع شوية خطوة كده المطشي كوتبور إما كان حمدي فتحي بلعب وعلى يمينه النني وعلى شماله السلعية كنا دايما بنشوف طول وقت حمدي متمركز على الدايرة خطوتين على يمينه النني خمس ست سبع خطوات على شماله السلعية شمعنا ليه المنظر ده عشان هنا الثمانيتين أدوارهم مختلفة تماما فيه هولدنج اللي هو حمدي ده بيأمن زيادة الظاهرين وبيأمن الاتنين السنتر باكس اللورا فاشتراكوا في اللعب قليل شوية السبع البقين فيه ستة سيئهم محمد النني هو اللي بيوزع اللعب يمين وشمال هو اللي بيتحرك تحت الكورة علشان يعمل زواية تمرير لزميله كم مرة بتشوف الكورة بتوصل لصلاح وانني بتحرك له من تحت من وراء المدافعين شايفتاحه زواية تمرير وياخد عشان صلاح يرجع يلفه وياخد وعشان ياخد الكورة ويدورها طلعها للسلعية ويرجع يتحرك خطوتين ياخد من السلعية ويرجع يروح يفتوح ويرجع ياخد ويدي الحمدي وهكذا فهو الراجل هنا بيفضل يعمل السلسلة بالكورة لحد ما تظهر ثغرة في دفاع المنافسية عمر السلية موجود علشان يلاقي المساحة اللي بيتحرك مرموش عشان يفضيها طول وقت مرموش دايما يتحرك العرضي من الجناح للعمق سلام عشان مين يستفيد علشان مين يستفيد دايما بيشوف مرموش بيروح يقرب قوي من صلاح أو يقرب من عمق الملعب عشان وهو ومصطفى وصلاح يكتله في حتة واحدة عشان يستفيد محمد النني ولما تتشتت ياخد هو الكورة التانية فهو هنا الكنترولر وإحنا معنا الكورة طيب وإحنا معناش الكورة محمد النني بيعمل إيه حكتم مهمين جدا قبل ما يرتدي دفاعيا هو أكتر واحد عنده قدرة في منتخب مصطفى يعمل سكان بيمسح الملعب بعنيه عشان أشوف أنا هجري أغطي إيه كورة زاهل اللي أخد فيها الإنزار والمشكلة اللي ما أحجازي فمطش كوتفوار السبب في ده الأساسي هو محمد النني بتحركه الدفاعي لهايل كورة مجرد ما تقطعت هونني ما تجريش يغطي يعني مش فكرة أنك تجري تغطي هو فكرة أنك ترتدي دفاعيا في وسط ملعب فريقك علشان تعمل تخطيئة دفاعية لا خالص هون هجري فين وهجري على مين الكورة من المتوقع أنها تروح نميل لازم أنت زهنك هنا يكون سابق بخطوة زهنك يكون سابق بخطوة عشان تتوقع الباص التاني راح فيه الباص الأول بيتعمل دلوقتي مش عفت دفاع علي أنت هنا فأنت لو قررت أنك تبدأ تجري وراء أنت خارج نفسك برا اللاعب أنت طول الوقت هتجري متأخر عن الكورة بخطوة أو متأخر عن المنافس بخطوة وهي نتيجة جملة الشهيرة هاي سيباك تكمل على طول جملة الشهيرة قصة النني بيحلق ده زكاة ده هي كلام ده هي كلام تماما اللي بيحلق ده ما يلعبش في المستويات اللي النني بيلعب فيها خالص وإركن دي على جنب لا أنت مش هنقعد نقول النني يستحق اللعب في دليل يعني أنا بكلم عن اللي حصل مع مندخل مصر هو ده اللي في إيدينا طبعا يعجب حد ما يعجبش حد مشكلتهم الحقيقة مش مشكلة النني خالص فراجلنا بيعمل سكان ويبدأ أتوقع أن التمرير اللي جاي رايحة في انتجاه هو الفرد زهر فأنا هروح أعمل شادوينج الولفرد زهر عشان أقطع الباصلين أو أقطع خط التمرير اللي جاي لزهر لو كان راح جري ورا الكورة كان راحة لزهر وانفرط وحط جول فهي دي النقطة الاسكان دي نمرة واحد ده وإحنا إيه في التحولات الدفاعية قبل ما يتحول دفاعية بيسكان طب وإحنا بندفع دفاع منظم لما حالتين الدفاع يتحول يتنظيم دفاعي في حالة الدفاع المنظم اللي أنا قلته من شوية باختصار شديد اللي هو بعرف فين المساحة الدفاعية اللي أنا محتاج أتواجد فيها دلوقتي ديستروير شيك ديستروير من غير ما تخانئ أو ديستروير زنوعين واحد بيروح بنفسه يخش الخنائة عشان ياخد الكورة حلو كده والتاني بيتوقع نتيجة الخنائة هتبقى فين فماتشي كوتفور إنني أكتر واحد في منتخب مصر أخد كرة تانية أخد كرة تانية يعني إيه أخد كرة تانية يعني أحسن واحد بيعرف يتمركز ومستني أن تكتل خنائة عارف الكرة هتقع هنا فأنا موجود هنا فلما الكرة تقع هنا أنا باخد مرة اتنين تلاتة كم مرة ستاشر أنا ستاشر خنائة ويفتت فرج عليهم بس أنا عارف إن الكرة خارجة هنا وخدتها ورجعت الاستحواز لفريق ده مش من فراغ ده مش من فراغ ده قدرات عقلية في الأساس طلعت أو جدت هذا المخزون الفني عند محمد النيني زهن كويس زهن حاضر دماغ بتفكر وبالتالي فنيا في لعب حاضر في الملعب فدي واحد الحاجة التانية غير الكرة التانية إنه قادر يعرف المشكلة ما بين البن الدفاع لأنه هم واخدين كل واحدة واخد خطوة زيادة يمين أو شمال مغطي ورا فول باك فأنا لازم أنزل في المسافة اللي بين الاتنين المشكلة ما بين قلب الدفاع وظهير فأنا أنزل ما بين الاتنين فرحية لعيب كبير لعيب عنده قرار قبل التحرك يعني مش بيتحرك وبعدين يدور على الكرة أنا بعرف الكرة بقرأ وبتوقع الكرة رايحة فين وبالتالي تحركي هو نتيجة التفكيري والتحرك متسابق التفكير التحرك تالي للتفكير عشان كده هو لعب زكي ولعب مهم جدا هنالك رمح متعتين انت عارف أنه أقصد بيتقلي بقال لي تغطر بعدها عايزين فاصل عايزين فاصل تمام مش قادر اللي هو مش سمعهم يعني مش شايف أنا أسفين يا جماعة الله أنا أسفين يا جماعة أنا أسفين يا أنت قلت كلام عظيم جدا حبيب يا كيب يا رب أنني اسمع الكلمتين دول لو سمعها ونبعتهم له على طول عارف ليه عارف ليه أنني لازم يسمع الكلمتك كان معي الكابتون أحمد دي وداري مبارح وقال لي أنني كلمه قبل الممبرتين اللي فاته كان زعلان جدا من انتقاد الناس أو التقليل من كدرات محمد النني وهو رد ده في الملعب يعني رد بالعكس في الملعب ما هابتش بالعكس ده هنقعد أنا وانت معلم يرجع مع الكاميرا إن شاء الله بنتيجة ممتازة صحيح كده إن شاء الله لسا بكمانين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى طيب كريم الكاميرون بقى الكاميرون حكاية إحنا كل منتخب بنجي نلعبه نقول أصف المنتخب ده صعب أوي كوديفور صعب أوي ونكسابها ونلعب عليها ماتش المغرب صعب أوي ونكسابها ونلعب عليها ماتش الكاميرون هي حرفياً صعب أوي جداً عندها هدفين البطولة يعني جداً في لعب كوي جداً طريقة لعب مميزة جداً مداري بيحط أسئلة كتير جداً في الملعب يعني ماتش منتخب جوانبيا واحد من المداربين المميزين ومنتخب كويس ولكن فشل في الإجابة عن الأسئلة على مدار التسعين دي لغبطه جداً اتنين مهاجمين دائماً على اتنين سنتر باك بيعمل حاجة مميزة جداً حط اتنين مهاجمين وبيبني الهجمة ما بين في الهوفيس بيس ما بين الاتنين سنتر باك وما بين الفول باك فبيعمل حاجة كويسة أو بيخلي الأربعة بتوخط الدار ينكمش الجوة الملعب في أربعة على اتنين فانت النهاردة محتاج الوينجات تشتغل على الباكات لسه فالوينجات بتوى الفريق التاني بيبقوا فاضي بخالص عملية تحضير الهجمة في ملعب ونقل الهجمة بشكل سويتشنج بلاي بيعملها بشكل كويس جداً على طول بشكل كويس انت النهاردة لما بتعمل انتشار عرضي بخمس سبت لعيبة أو باربع لعيبة أو خمس لعيبة فبتكبر المنافسة يعمل سبت سبع لعيبة انتشار دفقاعي عرضي فبيتفضي نص الملعب بيفضيلك نص الملعب عشان كده عمل 18 تزديدة في المباراة اللي فاتحة على مدارة التسعين دي رقم كبير جداً مع كمان النهاردة 32 عرضية رقم يخد 32 عرضية على مدارة التسعين دي رقم يعني ودائماً بيعمل الكرات العرضية 32 عرضية وصد فرق زي جنبي بيلعب 4-4-2 وقفة الخط ب2 فاكبير ما هو عالف تغيره تغيره لكوناك تخلق 32 موقف تتفوق فيهم على الخط عشان تحط العرضية وصد فرق قفة كل خط ب2 فانت فريق كبير بيعمل حاجة كمان بيحط النهاردة الاثنين مهاجمين في الهافز بيس بيخلي الأربعة اللي وراء بينكامة شو لجوه الحاجة الثانية انت النهاردة الباكين بتطورك طورو 2 سنتر باك طورو انت بتدفع كده بستة لعيبة بس ست لعيبة فيه اتنين ونجات لسه بيدافع على الونجات اللي قدامهم فالباكات بقت فاضية انت فيه تلت لعيبة بيغطوش عرض الملعب فتحضير الهجمة او تجميع اللعب في مكان والسويتشنج بلاي ناحية التانية كورت العرضية او نقل الملعب بيتفضي الملعب خالص النهاردة كمان بيعمل كورت العرضية في بعض الاحيان بيلعب على القريبة وبعد الاحيان بيلعب على البيئدة في ظهر الريت باك دايما اوفر ظهر الليفت باك دايما جامل كده ليه؟ في دراسة عمل كده انه قال لك ان نسبة تسجيل الاهداف لما بتعمل الكورس او كورة العرضية في ظهر الباكات بتبقى افضل نداما الباكات بتبقى اقل طولا انت شوى من الاتين سنتر باك فبتعرف ان انت تشتغل عليها بشكل كويس وبعد الاحيان كمان بيحضر الدربة يعني بيخليك تلعب الكورس كأنها دربة ثابتة ازاي ياخدك للخط ويبقى فيه لعيب متمركز الريت باك ما بيكملش بيوقف مكانه عشان كمان ما ياخدش الوينجي معاه ويبقى وعيف لوحده تماما الكورة تتحضر له وكورة يجايا لك ما بتحط سبع رجلك الكبير فيها بتروح بقوة غريبة حتى الكورسات فيها قوة كولينز فاي حاجة الرقم 19 ده محتاجيني يعني نتكلم عليه الواحد وانه ليم محترموا مهيب كبير بيعملوها بشكل كوي جدا أبو بكر وإكمبي هما اللي بيستنوا بوه في الثامنتاشر وكولينز هو اللي بيلعب العرضيات وسعاب بيعمل فكرة عجبتني جدا بسراحة المستوى الشخصي جاء بينها الجول التاني ما بيوصلش الرأي يعني النهاردة مثلا الفول باك كورة نحت الشمال نحت الوينج ليفت ما يخليش الوينج ليفت يطلع خالص يخلي مكانه عشان ما ياخدش مع الوينج ويفضل موقف واحد على واحد حد ممكن يقوله تب ممكن السنتر باك يرحل لا ما بيخلي المهاجم وقف جان في ظهر السنتر باك فبيكبره انه ما يروحش حد ممكن يقوله النهاردة دي فندر روح لا ما بيخلي واحد ملعابة نص منعب في ظهر دي فندر فما بيعرفش يروح صحيح فبيخلق موقف واحد على واحد بشكل كواس جدا وده كان الهدف التاني افكار كتيرة جدا عندهم مشاكل عندهم مشاكل كبيرة مشاكلهم في نص منعب دايما بيدغطوا دايما مندفعين لحد كبير في مساحة كبيرة ودايما خط الدفاعي واقع نسبان تحت ما بيكملش ما بيدغطش ما بيقفلش المساحات ما بيحفص على البلنس بشكل كبير دي حاجة الاتنين سنترباك اللي بلعبوا في العمك دايما قريبين جدا من بعض والاتنين الفول باك ما بيدموش عليهم بيبقى في مساحات كبيرة الوينجين كمان ما بيعملوش الواجبات الدفاعية بشكل كوي صحيح 40-50 متر دايما ما بينهم بشكل كبير عايش نقول حاجة دي حاجة هي الجزئية دي الراجل انتونيو كونسساو مدير فني المنتخب الكاميرون ببحريس شوية حتة موقع خط الدفاع التعبير اللي انت بقلته ده علشان يتنافل تحولات عشان ما يتضربش ما بيبقاش فيه مساحة كبيرة قوي ما بين خط الدفاع وحرس المرمى وقنانا فبيعمل ايه هو كولينز فاي والراجل الباكليفت هناس اسمه الوقتي اللي اتنين بيروحوا سوى فلازم السنترباكين يفتحوا شوية في رقم 14 الديفندر بيدليه خطوتين ثلاثة فتحس ان الكاميرون وهم معهم الكورة بلعبوا بتلاتة في الخط الخلفي دول سابتين طول الوقت وقصادهم انجويسا اللي هو الديفندر بتاع فولهم رقم 8 ده شكلهم الدفاعي وبيلعبوا شوية المنطقة وورا كولينز وورا الراجل الباكليفت التاني ها دي المنطقة اللي كارين بيتكلم عليها في مسافة كبيرة فتلاقي بين الباكرا المساك اليمين والباكرايت مسافة كبيرة جدا 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 هي دي اكبر مشكلة بتواجه الكاميرا بي اكبر مشكلة موجودة عند الكاميرا ما بيرتدوش دفاعيا اصلا كولينز والرجل التاني ما بيرتدوش بيعتمدوا ان الناس دي هيفردوا والديفندر هينزل في وسطهم بس مش دايما ده بيحصل في نفس الوقت مش دايما ده بيحصل بانضباط كبير فيبقى في لو حد قدر يوصل بسرعة من تحول هجومي في ظهر الترفين بتاعهم وبالتالي يقدر يحط عرضي بقى في مسافات بينية كتيرة ما بين الاتنين سنتر باك والرجل الدفندر يعني لان بقى تلات لعية بس مطلوب منهم يغطوا عرض الملعب كله ودي مش الكيس دايما او مش بينجحوا دايما انهم ينفزوا ده او يعملوا ده بشكل كويس فدي واحدة من المشاكل الكتيرة عند الكاميرون بيعتمدوا كمان ان ياخد الكرة التانية او ان انجويسة هو اللي بيكون متمركز قريب او من الهاجمة الدور اللي بيلعبه عندنا حمدي فاتح يا اسف بيلعبه ومحمد النيني عندنا انجويسة رقم 8 وهو الحقيقة انجويسة ما هواش تعيب ما هواش تعيب دسترويير اصلا او ديفندر انجويسة بيكون الصور ايه اه الصور موجود اه الصور موجود اه الصور موجود ايه الرايد باك بص زي ما بشاهب كده المهاجم اللي نازل استلم اولا مثلث ودائما ما بيكون مثلثات بيديك حرية كبيرة جدا في الزواء التمرير وانا كدر تقدر توجد زواء التمرير بشكل كويس شايفيني هنا الوينج ليفت فاتح المنعب بشكل مميز جدا طيب النهاردة السنتر باك مرحلش هنا لازم يرحل كابتن احمد عشان يقفل الهافيز بيست نسبان ولكن وجود وتمركز المهاجم بشكل ده كل صورة على حدة طيب يلا دي لسه يعني خلينا بشرعة بقى طيب دي لسه يانك عليها هنا ما بيكملش يوفي استنى كرة تحضر له هنا الكرة دي كتنحة الشمال تجميلة بتعامل الناحة التانية بغير المنعب تلاتة نص منعب زي ما كانت بن احمد لسه بتكلم ما قدروش انهم يروحوا ويعملوا عملية الترحيل بشكل كويس دي الكرة اللي أنا كنت بتكلم فيها الخط يدفع كله الضرب لان اولا عملية الترحيل ما تعملتش بشكل كويس ثانيا وجود المهاجم في البوديشن اللي أنا كنت بتكلم فيه وزاية ريمي على سين ترباك ما خلوش يعمل الترحيل بشكل كويس فالكرة ضربت طبعا رايت باكت ضرب بشكل سهل جدا وكرة عملية من وراب بشكل سهل جدا ناخد الحالة اللي براها الكرة دايما بتتاعم اللي إما على القريبة بشكل سهل جدا رايت باك ما بيكملش معا الوينج رايت عشان خاطر ما ياخدش معا الوينج وكرة دايما بتتاعمل لإما على العرض القريبة لإما على العرض ببعيدة على طول لازم دا تسعين في المائة من الكرة العريبة لإما على البعيدة دايما بشكل كويس جدا الحالة اللي بعدها هنا برضو زي ما تكلمت الضغط اللي بيعملوه الضغط العالي دايما شفنا زي ما الكرة دي كانت على اللعب رقم تمانية تضغط عليه كان استغل إن هو بيستلم بدهره دي واحدة من حالات اللي انت لازم بتضغط في الوقت لإزا دام ما كل لعب يستلم بدهره الكرة على طول قريدي بتعمل ناحية المائة على طول ما فيش تحضير الكرة على طول من أول ما تستخرس كرة لعبت ناحية المائة ومن ثم تحول اللعب على برضو الاتنين مهاجمين داخل التمنطر سجعين في المائة من اللعبت كاملون واحدة من أكبر أخطاء الكرة في العالم إن دايماً ثلاثي خط الظهر أو ربع خط الظهر بسين على الكرة كرتكريم ومش بسين على التمنطر فضيلي فضيلي ديها واحدة فهنجد السور بسرعة وتعالي نخطفهم بسرعة أنا ممكن في حلقة دي الحلقة كنت بتكلم فيها رقم دي الحلقة هلون أنت جايب حلقة كتيرة حلقة كتيرة هنا لاتنين سنت تباك بص قريبين جدا من بعد بص الوينج رايت هناك والوينج رايت والباك رايت في مسافة كبيرة جدا ما بينهم ما بيدموش بسرعة وفي حاجة كمان النهاردة في بعض الأحيان بيبقى في بعض اللاعبين وقفين على الكرة عندهم مساحة من الوقت ومساحة من الزمن وما بيعملوش عمك بيفضلوا وقفين كلهم على الخط واحد زي ما احنا شايفين لاتنين سنتر باك كان لازم في الحالة دي واحد فيهم يعمل عمك ويروح بميل شوية بزاوية لكن ما حصلش فبيتدرب خطف فاهم بشكل سهل جدا كريم أنا استمتعت جدا كنفسي نكمل بس خلينا نتقابل تاني إن شاء الله ونتكلم أكتر عن الكاميرون نجيبك العادة ما استمتع بوجوده حبيب يا كريم بشكرك شكرا ومبسوط من الموجود معك دايب والله العظيم شكرك يا كريم شكرا 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 لكاميرا والفرحة الأكبر والأهم واللي احنا كلنا منها دفليها بإذن الله محمد صراح يشيل كاس البطولة في آخر يوم في نهاي البطولة أشوفكم يا رب على ألف خير اشتركوا في القناة